بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري ولدت السيدة نرجس سلام الله عليها في القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية وذلك قبل عام 240 للهجرة أي في نهاية القرن التاسع الميلادي وكان اسمها قبل أن تأتي إلى بلاد الإسلام مليكة وهي بنت يشوع حفيدة قيسر ملك الروم ويرجع نسبها من أمها إلى شمعون وصي عيسى ومن حواريه ومن أسمائها نرجس الذي عرفت به وريحانة وسوسا وسقيل ومريم وحكيمة وسبيكة وكان السبب في تعدد هذه الأسماء هو الأوضاع السياسية والضغوط السلطوية التي مارسها العباسيون ضد أهل البيت عليهم السلام فتسمت بأكثر من اسم لكي تموه على السلطة معرفتها لأنها ستلد الإمام الثاني عشر عليه السلام فلما أسرت سمت نفسها نرجس ولما حملت بولدها سميت سقيل وحين ولدت وليدها كنيت به أم محمد لكن اسم نرجس كان أشهر الأسماء لها والذي عرفت به والظاهر إنه اسمها الحقيقي هو نرجس كما سمها به المسعودي كما ورد هذا الإسم في الروايات المعتبرة عن السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد عليه السلام حول ولادة الإمام القائم المنتظر عليه السلام وهذا ما أورده المجلسي وليس ببعيد أنها تسمت بكل هذه الأسماء بسبب الظروف العصيبة التي عاشتها السيدة نرجس في بيت الإمام وتعرضها للمخاطر من قبل السلطة العباسية للتمويه فهي منذ إن أسرت أصبح اسمها نرجس ولم تذكر اسم مليك لأحد أما الأسماء الأخرى مثل سوسا وريحانا فهي من الأسماء المشاعة للجوار في ذلك الوقت يسمونها بها دلالة على الحفاوة بها وحظوتها عند أسيادها وهذه الأسماء لها دلالتها على مدى تكريم بيت الإمام الهادي عليه السلام لمولاتنا نرجس فهي من أسماء الزهور ومن الأسماء المحببة إلى النفس ولقد رأت مولاتنا السيدة نرجس عليه السلام رؤيتان عظيمتان الرؤية الأولى عندما بلغت السيدة نرجس الثالثة عشر من عمرها الشريفة رأت في منامها المسيح عليه السلام ومعه شمعون ومجموعة من الحواريين إذ دخل عليهم رجل على وجهه سيماء الأنبياء ووجهه مفعم بالنور وهو يتقدم نحو المسيح وخلفه كان يمشي إثنى عشر رجلا كأنهم الأقمار وقد أحاطت بالشمس عرفت نرجس بما سمعت من أخبار عن الإسلام إن الرجل كان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله ومعه أهل بيته فقام إليهم المسيح عليه السلام واستقبلهم معانقهم وكذلك الحواريون فقال النبي محمد للمسيح يا روح الله إني جيتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لإبني هذا وأومأ النبي محمد صلى الله عليه وآله بيده الشريفة إلى مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام فالتفت عيسى إلى شمعون وقال له قد أتاك الشرف العظيم فصل رحمك برحم رسول الله صلى الله عليه وآله فتبسم شمعون ووافق على الفور فلما سمع النبي محمد موافقة شمعون صعد المنبر وزوج مليكة للإمام الحسن العسكري عليه السلام وشهد على هذا الزواج المسيح وآل محمد والحواريون استيقظت السيدة نرجس وقلبها يخفق بشدة لهذه الرؤية وقررت كتمانها عن الجميع وأن تبقى سرا في صدرها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا أما الرؤية الأخرى فبعد أربع ليال من تلك الليلة التي رأت فيها النبي وهو يخطبها من شمعون لولده الإمام الحسن العسكري كانت السيدة نرجس عليه السلام على موعد مع رؤيا أخرى حيث تشرفت برؤية السيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة الزهراء ومعها السيدة مريم بنت عمران عليهما السلام ومعهما ألف وصيفة من وصائف الجنان فبشرتها فعرضت عليها السلام على نرجس الإسلام فأسلمت السيدة نرجس قائلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله ثم بشرتها السيدة فاطمة عليها السلام بلقاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت هذه الرؤية والتي قبلها تمهيدا للقاء لقاء مليكة السيدة نرجس بالإمام الحسن العسكري عليه السلام لتنفيذ إرادة الله بولادة بقية الله في أرضه ففي الليلة التالية رأت في منامها الإمام الحسن العسكري عليه السلام فأخبرها عن كيفية قدومها إليه فقال لها إن جدك سيرسل جيوشا إلى قتال المسلمين ثم يتبعهم هو فعليك اللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف لتقع في الأسر وعين عليه السلام لها الزمان الذي تخرج فيه والطريق الذي تسلكه ففعلت ما طلب منها ووقعت في أسر جيش المسلمين ولما سألها الرجل الذي كانت حصته من الغنائم عن اسمها قالت له أنا اسمي نرجس سلام الله عليها وعلى أولادها وعلى ولدها الإمام المهدي المنتظر سلام الله علي كانت هذه العبارات التي قرأناها من سيرة مولاتنا السيدة نرجس عليها السلام إنما هي تلبية لأحدى الأمهات الكبيرات في السن عن طريق رسالة قد بعثتها إلينا وهي تقول أتمنى منك أن تقرأ شيئا من سيرة السيدة نرجس سلام الله عليها وأن يسمعها الآخرون إن شاء الله ولأن لديها حاجة ملحة جدا 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 فنحن قرأنا هذا المقطع بنية قضاء حاجتها ببركة ذكر مولاتنا نرجس ومولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام قضى الله سبحانه وتعالى جميع حوائجكم إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر